نتعرض لاستفزاز أمريكي غربي العراق هكذا تقول ميليشيا الحجد التي تتحشد على الحدود العراقية السورية لليوم الثالث على التوالي مسؤولون حكوميون وآخرون في ميليشيا الحجد يتحدثون عن توتر كبير بين فصائل الميليشيات والقوات الأمريكية القريبة منها في الجانب السوري وبات هذا التوتر أوضح بعد استيلاء الحجد على قاعة جوية مهجورة تعرف باسم قاعدة H3 بزعم أن القوات الأمريكية حاولت مسبقا السيطرة على هذه القاعدة المصادر نفسها قالت أن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن تواصل ما قالت أنه استفزاز لفصائل الحجد المنتشرة قرب الحدود ومحاولة التمدد وإعادة الانتشار غربي الأنبار الصراع على تثبيت النفوذ غربي الأنبار بدأ على أوجه وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين فإيران تريد أن تؤمن الطريق لقواتها إلى العاصمة السورية دمشق ليسناد قوات النظام هناك وفقا لوكالة Associated Press التي تحدثت في تقرير لها عن انتشار كبير غربي الأنبار لفصائل ميليشيوية برفقة قوات إيرانية أقامت نقاط تفتيش أمنية في القائم لصد ما تسميه الميليشيات المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة ملامح الضغط الأمريكي على ميليشيات إيران بدأت أوضحة منذ قبل فميليشي حزب الله العراق تتهم القوات الأمريكية بمحاولة فتح الطريق من جديد عناصر تنظيم الدولة للدخول إلى العراق من بوابة سوريا لإعادة نشر الفوضى الأبنية فحليف الأمس القوي واشنطن بات عدوا في نظر الميليشيات أو في نظر إيران المتضرر الأكبر من التضيق الأمريكي صراع ساحته العراق بدأ يتصاعد بين إيران التي تسعى لإيجاد طريق بري بينها وبين حليفتها سوريا وبين الولايات المتحدة التي تعمل على منع سيطرة ميليشيات إيران على الشريط الحدودي بأي ثمن وسط توقعات أن تكون الحدود العراقية السورية الميدان الجديد لهذا الصراع ترجمة نانسي قنقر